كونها أفضل سنة للأجهزة الذكية أيضاً قرارات صادمة من شركة أبل في مصلحتها ضد المصلحة العامة نوعاً ما وأيضاً قرارات أخرى من سامسونج يمكن على أساس يحسن وضعهم في السوق وما ننسى أخيراً الحمد لله رب العالمين فضل رب العالمين ثم أنتم 1.8 مليون مشترك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم بسر السيف وحلقة جديدة من العلوم والتقنية نبدأها أول شيء بأول فيديو رسمي من ناسا من نفس اس اس مكوك الفضائي الدولي موجود الفيديو بقدرة 8K 8K فإذا تريد أن تشغل الفيديو اضغط على نفس الشعر من الجهاز اضغط على 8K بضبط، هذا الذي سيحدث مع أكثرنا حسناً من جد تجد رندرة قادة تصبح بفر فما أدري ايش الهدف من نفس الفيديو 8K غير أنه فعلياً إذا شغلت على تلفزيون أو شيء ثلاث دقائق وشوي ستشعر أنه تفاصيل رائعة وجميلة وعلى سيرة 8K هناك كاميرا ولكن لا تصدقوها لا، دعوناها لاحق بإذن واحد ولكن دعونا نستمر ونقول أنه ناسا نظرت لنا هذا الفيديو وتقول أنه سيكون فيه محتوى أكثر موجود كونه تحميسي يعرف الناس على الأشياء التي تعملها ناسا أيضاً الأشياء التي تحدث فيه كوكبنا وفي المجرة ككل وعلى سيرة المجرة ننتقل لأدلة حصلوها العلماء تثبت نوعاً ما وجود البلاك هول الحفرة السوداء البلاك هول نظرية تكلموا عليها كثير من العلماء وهي أنه يكون فيه جسم هذا الجسم الداخله مفقود فتعتبر نفس الثغرة في الكوكب هذه الثغرة أي شيء من الكواكب يذهب له يعتبر أن يذهب إلى لا نهاية فالنظريات موجودة من يوم ما بدأ يذهب للفضاء إلى الحين وكثير من الفيزيعين تكلموا عن البلاك هول ونظريتها بل أن بعض الناس قالوا أن هذه البلاك هول هي التي ستنهي العالم طبعاً نتحدث عن نظريات ما ندخل أنا أعرفين رب العالمين سبحانه وتعالى ولكن البشر يشتهدون في علومه في الرجع ونقول لنفس البلاك هول هذه لقوا أدلة ونظروا في أحد المجرات التي لم يوجد كثير كواكب ولكن هناك هذا الجسم الذي الحجم أو الماس حقه 8 ملايين مرة أكثر من الشمس تخيلوا كثافة هذا الجسم الذي لقوا يضطروا أن يستخدموا أربعة تليسكوبات تليسكوبات الضخمة الكبيرة حقتهم يضطروا أن يصلوا لأبعاد هذه البعيدة هناك تفاصيل جديدة كثيرة للخبر ولكن أكيد بعضكم يقولون الخبر اللي بعده أبشر الخبر اللي بعده آخر خبر في العلوم ولكن أنا لا أقول الخبر هذا في العلوم والذي سيقول الخبر في العلوم نايف الجعويني نايف الجعويني حتى تغريدة في الفيديو اللي فيها جداً مثير عن جزيرة العرب وماذا سيحدث مستقبلاً في جزيرة العرب من ناحية الطبيعة وما الطبيعة مبنية هذه النظريات على كثير من تقارير ناسا وبي بي سي وبعض التقارير العلمية إذا لكم ترونها هو الرابط الموجود في التقارير لتغريدة نايف الجعويني اعطوني رأيكم شوفوا التغريدة وعطوني رأيكم ان الصحراء وماذا سيحدث فيها بالضبط طبعاً شكر لله رب العالمين سبحانه وتعالى ثم لكم كل واحد ضغطوا على سبسكرايب كل واحد اعطانا لايك واحد فاصلة ثمانية مليون مشترك شيء جداً كبير فحبيت أشكركم وبإذن الله على اثنين مليون كان المفروض يصبح شيء كبير على المليون ولكن اثنين مليون والرقم الأفضل الأكبر ان شاء الله بإذن واحد احد مع شدة حيلكم سنصل لهذا الرقم بإذن الله سيكون شيء كبير مدام نقدم هذا المحتوى مدام عبد الوهاب يترجم مدام نترجمه كابشنز بالعربة الإنجليزية والأخبار تأتي وفي الاتزام في المحتوى بإذن الله مستمر والله يا رب العالمين يقوينا ويقويكم على كل شيء في خير خبر جميل في المملكة العربية السعودية مع الناس الذين يستخدمون زين وأتمنى نفس الخدمة هذه والخبر هذا ينتشر مع باقي المشغلين وأيضاً يصبح في المنطقة العربية بالكامل كل الوطن العربي يصبح في نفس الأمر هذا وهو تطبيقات التابعة للدولة تطبيقات التي تساند في الخدمات الناس عندما نريد تطبيق أبشر عندما نريد تطبيقات خدمات من مختلف الوزارات استخدام هذه التطبيقات سيكون مجاني على شبكة زين لمشتركين زين أمر جداً ممتاز يعني ليس بالضرورة يكون عندك باقة بيانات لكي تفتح أبشر جداً جميل هذا الخبر وأرى أنه بإذن الله خطوة ممتازة للأمام وأتمنى كل الشركات تحذو هذا الحذو وأكيد رأيت التغريدة التي طلعت فيها نفس الوزارة حق الاتصالات وأكيد شيء مبارك شيء جميل ما رأيكم؟ هل في الوطن العربي يكون لديكم شيء مثل هذا أم لا؟ وإذا لديكم ما الذي لديكم من التطبيقات التي لا تحسب من حزمة البيانات وتعتبر خدمات وبيانات مجانية موجودة لكل مشترك لنفس الشبكة استفتأل الحلقة الماضية هناك أهداف في هذه الحلقة لما سألناكم هل منفذ الثلاثة فاصلة خمسة اللي موجود على الجوالات ما زلت بحاجة 64% من الناس قالوا نعم ما زلنا بحاجة وبشدة وفعلياً هذا الشيء اللي موجود في جوالات المدرينج والإنتري لفل لجوالات الفئة المتوسطة وفئة البداية نستطيع أن نقول هذه الفئتين كلها جوالات فيها منفذ سماعة فالبريميوم الفئة العليا من الجوالات هي اللي بدأت تفقد هذا المنفذ واضح انه توجه كثير من الشركات بل انه هناك اشاعات تقول ونحن نتحدث عنها انه نفس سامسونج تنوي على الاس 10 في بعض الاشاعات انه في الاس 10 سيلغو بصمة القزحية الحلقة الماضية انه هناك توأم سنفعل معهم محتوى سنثبت اي بصمات الوجه اأمن من نفس الجوالات واتوقع ان النوت سيكون له الفارق الاكبر كون فيه بصمة مدمجة وجه وقزحية والقزحيات لا تنطبق مهما انطبق الوجه والشكل في التوائم المتشابهين فنستطيع ان نقول انه نعم منفذ السماعة مهم والنظرية ما زال تستمر ونحتاج منفذ السماعة في الجوالات كمانا نتوقع سنتين ثلاثة لان ما يصبح التبني اكبر ظاهر بنسوي جزئية في الحلقات هل تم اختراق فيسبوك ام لا تم اختراق فيسبوك ولكن نعم معلومات واحد وثمانين الف شخص للمحادثات الخاصة تم تسريبها ولكن ليس عن طريق فيسبوك وليس الاختراق عن فيسبوك مباشرة ولكن عن تطبيقات البلاجينز التي موجودة في المتصفحات الكمبيوتر فنفس البلاجينز هؤلاء من خلالها يستطيع التسريب ومعلومات واحدة ثمانين الف شخص اذا لازم فيسبوك تتخذ خطوات وترفع المعايير نفس الأمان التي تتطلبه من مختلف المبرمجين في وضع الـ APKs ووضع الأطراف الثالثة والبلاجينز والمتصفحات لأن كل هذه يكونوا على درجة أكبر من الأمان لكي نقلل من الأخبار هذه خبر واحد وخلاص يجب أن نطبيقها ننتقل إلى البولستار واحد هل تعرفوا البولستار وفولفو؟ المهم البولستار واحد أول سيارة المفروضة تكون في البادي مستخدمين فيه كاربون فايبر بشكل كبير سولها الاختبارات مع فولفو وبالتعامل مع فولفو فنفس الاختبارات أدت فعالية كبيرة وأثبتت أن الكاربون فايبر في نفس السيارات ستكون شيء إيجابي وأمان ضخم سيارة بولستار واحد في أمريكا صارت الاختبارات وهناك الإنتاجية والأشياء كلها أذكركم أن فولفو أيضاً فتحوا نفس المصنع الذي نصنع منه السكس تي والس السكس تي بالتي ايت والتي سكس كلهم ولكن فتحوا مصنع هناك على أساس يكونوا أقرب للسوق الأمريكي الفكرة بولستار والكاربون فايبر تتخيلوا وزن السيارات كيف تحدث لو كان كاربون فايبر مستخدم فيها بشكل أكبر بدل ما يستخدم فيها الحديد؟ هل تتوقع السيارة تكون أسرع؟ او تتوقع السيارة تكون أقوى وأفضل في مسألة الأمان؟ او معاً سيكون هذا الشيء؟ أعطونا رأيكم في نفس الاستفتاء ننتقل للأجهزة الذكية وهناك شيء جداً يحمس أول حاجة الأي7 جبناً فخلاص الأي7 إن شاء الله مراجعته قريباً وعرفون أنه يفعل ضجة جداً جميلة خاصة بالكاميرات والعدسات التي يقولون أنها مقاربة لزاوية العين 120 درجة فإن شاء الله المراجعة قادم ولكن ننتقل لسامسونج بشكل أكبر ومستقبل سامسونج هذه السنة لم تكن أفضل سنة لسامسونج بعد السنة ماذا كمان ما كانت أفضل سنة لسامسونج مع انتاجاتها رغم قوة العتادة الموجودة في النوت 9 وأيضاً الاس 9 والاس 9 بلس الجوالات التي قدمتها سامسونج كانت جداً قوية هذه السنة وواعدة ولكن من الذي يمكن أن يكسب هذه السنة؟ في أعداد الجوالات التي انبعت أكثر عن السنة الماضية لو قارننا السنتين أكيد شركة هواوي هواوي فعلياً هي التي تدمر الأرقام وتكسب كل الأرقام في هذه السنة شاهدوا معنا نفس الجدول التالي من IDC مقارنة الأرباع في عدد بيع الأجهزة ستراحظوا أن المركز الأول الذي موجود عندنا هي شركة سامسونج ولكن لحظة، قبل أن أقولوا لكن المركز الأول سامسونج، المركز الثاني هواوي، المركز الثالث أبل وبعد ذلك تستمر الشركات الباقية من شاومي وغيرها ولكن هذا القسم دائماً ليس الذي يهمني قد ما يهمني آخر جزئية نسبة التغير نسبة التغير موجودة في سامسونج حوالي سالب 17 سامسونج أعداد جوالاتها في انخفاض ويدسي أيضاً تتوقع أن القمة لا تكون لها سامسونج للسنة القادمة ويمكن أرباع قادمة تحصل على القمة هواوي لأنه لو رأنا المركز الثالث قبل الثاني، سنجد أن أبل زيادة زيادة فقط 0.5% عدد أجهزة زيادة ودعوا هذا الخبر في بالكم وبعد ذلك سأتكلم خبر ونوصل هؤلاء الاثنين بعد بعض ونفهم خطة أسويقية جديدة ذكية من أبل بشكل كبير سأذهب إلى الرقم الثاني الرقم الثاني هو المبيعات في أعداد الأجهزة هواوي هواوي احتلت المنصة من أكثر من شهر وصارت المركز الثاني عالمياً هم في السعودية من شهر 2-3 أصلاً المركز الثاني فلو ترى هواوي نفسها في المركز الثاني كم نسبة التغير عن السنة الماضية؟ 20% وكسور 20% لأنك تتغير وغيرك ينقل 17 ويزيد فقط 0.5% هذا شيء يخوف نتائج الربع الذي قبلها كان نفس النتيجة هواوي زايدة 50% سامسونج كانت ناقصة 10% وأيضاً كانت أبل زايدة 1% زيادة أبل تنقص إذن هواوي هو الشخص الذي يفوز ويكتسح هذه السنة بشكل كبير معادلة هواوي وسامسونج وأبل تتشابه في حاجة كلهم قدموا هذه السنة أجهزة جيدة للمستخدمين تختلف المعادلة بشيء جداً مهم أكثر من كب فلوس في التسويق هواوي فالتسويق أدى أكل السنة هذه مع شركة هواوي وقدرت تحتل وتزيد في الأرباح وتحتل نفس السجمتات من الهاتف الأخرى فشيء يجعلك بالفعل تؤمن في بيسكس وأساسيات التسويق والماركتين أنه مهما كان عندك جوال كويس قوي لو قلنا سامسونج لو قلنا أبل هذا الجوال إذا لم تضع عليه دعاية كافية وحطيت عليه تسويق ضخم على مدى أكثر من سنة لن تستمر في القمة هل تتفقوا معي أم لا؟ أستفتاءكم عن الوان بلس سيكس تي من عيوني أبشروا مدام أكثركم يقولون أنه نريد مراجعة تقريباً نسبة ٧١٪ من عيوني إن شاء الله سنجيبه كما جاءنا هذا ونفعل المراجعة قريباً بإذن الله من هنا إلى نهاية الفيديو يريد أن تجيب هوب كورن وتقعد تتسلى وترى التحليلات والأشياء التي تحدث في باقي الفيديو لأنها أكثرها على أبل والشيء الذي يحدث معهم والتغير للأمام أول شيء عندما نتحدث عن نسبة الأرباح أو أرباحهم اللي ٦٤ مليار دولار أرباح جداً خيالية أعلنوها لنفس المحللين مبسوطين أصحاب الأسهم طائرين من الفرح وأكيد تيم كوك تلع في الأخبار وتكلم عن هذه الأشياء جداً إيجابية وهما مبسوطين جداً بهذه النتائج وأكيد عندهم أشياء إضافية جميلة سيضعوها في نفس الإيكو سيستم المحتوى والعالم المتكامل الموجود عندهم بالإضافة إلى المنتجات والخدمات ولكن أيضاً نفس الرئيس الفينانس، الرئيس المالية أعلن أنه نفس الأرقام ومال أرقام المبيعات لنفس جوال الآيفون والماك والآيبادات سيتم عدم الأفصاح عنها كما كان الموضوع موجود في الأبل واتش وبعض الأكسسوارات ولن يتم إعلان كم آيفون باعوا ولن يتم إعلان كم ماك بوك أو كم آيباد باعوا ولن يتم إعلان هذه الأرقام نذهب الآن لكلام لوكا ماينستري وهو الـ Chief Financial Officer من شركة أبل وهو رئيس المالية والأشياء هذه كلها عندما نتحدث عن عدم الإفصاح عن أرقام المبيعات من الأجهزة اليونتس الوحدات كم جهاز باعوا على نفس الآيباد أيضاً الماك بوك وأيضاً الآيفون لن يتم إعلان الأرقام المباعة من الحين ورائح لهذه الأجهزة ولكن أرباح وما أرباح وما أرباح وماذا يعلنوها ويتكلموا عليها بالتأكيد هذا الشيء لو ترون الجدول الذي تحدثنا عنه قبل كم خبر وتحدثنا عن IDC وكيف أن أبل لا تعتليل المنصة يمكن إذا لم يستطعوا IDC يحصلوا على أرقام رسمية من شركة أبل هذا الجدول سيتغير إذا أبل لم تصدر فيه ولكن إذا قدرت IDC من نفس الموارد يطلعوا الأرقام سنعرف رسمياً سنرى التناقص الذي موجود عند أبل إذا صار التناقص عند أبل ولكن دعنا نعود إلى الخبر الأساسي لماذا لا يريد أن يعلنوا؟ لأنه فعلياً لو تكلمنا على كل الشركات التي تنافس في مجال الجوالات الذكية والتشبع الموجود في السوق هناك منافسة جداً ضخمة أحد كبار اللاعبين في هذه المنافسة هو شركة هواوي الميزة التي تتميز هواوي عن غيرها هذه السنة مع المسوقين مع التسويق والتقنيين وكل شيء أنه جايبين الأجهزة قوية ممتازة جيدة الموضوع سهل على نفس التقنيين أنا وغيري نتكلم عليه بكل سهولة لماذا؟ لأن الجوال يدعم ولكن هناك أشياء ناقصة لا يوجد منفذ سماعة ومعنا مثل الفن ونقول الأشياء النواقصة التي تتمناها في مايكرو اس دي بدل النانو أشياء تقدر تقولها ولكن يظل التسويق والشغل التي تعملها هواوي يؤثر حتى على القرارات التي تعملها الشركات الأمريكية شركة مثل ابل لما تقولون أنها مهالة لأرقام حق كم جهاز مباع ولكن سأعنلكم الأرباح وسيكون هناك أرباح إذن هناك طرق مختلفة لجني الأرباح وأيضاً من الخبر نفسه حق المعلومات الفينانشيال يقول لك أننا المفروض أصلاً نركز على جودة المنتجات ونوعية الحياة التي نقدمها للناس ونوعية الخدمات التي نعطيها للناس نركز كم جهاز هذا الشيء جداً أهم بالنسبة لنا إذن ابل ستعتمد بشكل جداً كبير مثل الاعتماد آخر كم سنة على زيادة نسبة الرمح اللي موجودة عندهم في أجهزتهم التكثير من نفس الخدمات التي تحتاجها ويمكن تشترك لها وأيضاً مسألة المتاجر أو شراء التطبيقات من خلال المتجر الخدمات الأخرى والأيكو سيستمز الأخرى الأشياء اللي عندها هذا اللي بشكل أرباح أكثر عند ابل لو تكلمنا عليها بشكل جداً كابع أبل ستتغير خلال السنوات ونرى الأخبار لقدام بإذن الله كيف الأرقام تتغير وأن اللعبة تتغير بين الشركات بشكل واضح ولكن أبل ما زالت أنها لقجري براند وستستمر كلاقجري براند تسويق ذكي هناك أشخاص محترفين يسوقون بأبل منتجاتهم السنة جداً جميلة نجرب الأنر الآن والجهاز يستطيع أن يكون كفئ بشكل جيد مع كاميرا واحدة الهلف دعنا نكمل الأخبار على أساس أن نطولنا في الخبر هذا ولكن تحليلات تظهر تغير جذري الصانع الصيني يأكل كل موجود في السوق من أمريكي ومن كوري في صناعة الأجهزة الذكية ننتقل الآن إلى الثراثلينج فيتشر المفروض مع تحديث على الآيفون 10 والآيفون 8 والآيفون 8 بلس أي واحد عنده واحد من هذه الجوالات سيأتيكم مع التحديث الأخير مع التحديث الأخير سيأتيكم إمكانية إبطاء أو التقليل من نفس البطارية وكفاءة البطارية في سبيل أن الجوال يعيش معك أكثر ويعطيك أكثر أداء هذا الموضوع الذي حصل على الفضيحة من أكثر من كم شهر وعرفنا أن الجوالات القديمة يصبح لها تباطئ جباراً من نفس أبل وتغرموا المليار قليلاً وأيضاً جاءت أبل وقالت بحط لكم إمكانية التحكم هل تريد هذه الثراثلينج يحدث أم لا؟ وكلنا عارفون أن هناك مسألة البطاريات نعم البطاريات مع العمر تضعف البطارية وتقل ولكن كان الخيار لنا كمستخدمين وليس أن الشركة تغصبنا على هذا التغيير وهل هناك شركات أخرى تتبع هذا النظام أم لا؟ فضحة الأمور كاملة على كامل الشركات التي تعمل هذا الشيء ننتقل أيضاً ونقول أن مع التطورات التي تحدث مع جهزة الآيفون في 2019 متوقع نظام محدث للفيس آي دي هل النظام المحدث للفيس آي دي هو الذي يشمل نفس القزحية وما القزحية؟ لا ندري ولكن يمكن أن يكون هناك طور ثاني إذا شمل القزحية ستكون تبعة لنفس سامسونج سيئ أن سامسونج يكون هناك شاعات يمكن أن يلغوا القزحية لكن ننتظر ونشوف ماذا سيحدث ونخدم الأخبار مع أبل وفايف جي الفايف جي متوقع يصل لأجهزة أبل على عام 2020 أذكركم أن هناك من شاومي جهاز الآن فيه فايف جي هناك من بعض الشركات يبتكرون في الفايف جي ولكن فعلياً الشبكات حقية الفايف جي في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال نهاية 2019 و2020 هي المتوقع أن نبدأ شبكات الفايف جي التحديث الأساسي في شبكات الفايف جي للبيانات وحزمة البيانات وكيفية الكمبرشن والضغط والأرسال في البيانات المكالمات ومكالمات ومكالمات مثل الفل ومكالمات تماماً ولكن البيانات نحتاجها حزم أقوى أفضل أسرع ومع الفايف جي هذا الشيء سيحدث بإذن واحد نهاية الفيديو وكل فيديو واشتراكوا في التحليلات والأشياء اللي تحدث في عالم الأجهزة الموضوع صار مثير أكثر من مسألة أن هذا الجهاز أفضل من هذا لا، صار الموضوع فيه لعب جداً رهيب يحدث خلف الكواليس نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر